الدلو هو بعتبره من الأبراج القوية بال2018. بعتبره من الأبراج القوية المحظوظة اللي نجمة قوي. يلي توقع لنا أنه نسمع مشهور أو شخص ينشهر بال2018 ويكون من برش الدلو. هلأ في كتير مشاهير رح بيكون وفي عندك العقرب بالدلو. في كتير كتير أشخاص رح ينشهروا بال2018 بينتهم برش الدلو. هو من الطليعة فينا نقول عنه. نجمه قوي بشغله. نجمه قوي بحياته الاجتماعية. رح بيكون شخص بيبين بمحيطه. بيغض النظر عن عمره. بيغض النظر عن عمره. يعني هلأ الأهل عم بيسمعوا لأولادهم. كمان أولادكم مولي برش الدلو. رح بيكونوا واضحين ومبينين تحت الشمس. بيكونوا بالثياتر بالمدرسة. بيكونوا بسبور مبينين. كل هالإشياء هاي بتحطوا تحت الأضواء. لازم ندعمهم. لازم ندعمهم لأنهم يوصلوا بسهولة. نجاح تفوق. وشو بيتميز شخص الدلو؟ الدلو بيتميز باستقلاليته. بيحبه بيحبه أنه يكون شخص فريد من نوعه. يتميز بالفرادة. واضح. بيحبه السيطرة. بيحبه كيش يكون قلون؟ الدلو؟ كل شخص بيحب يكون كل شيء. لا قلو. لا ما فينا نقول هيك. ما فينا نعمم عن مولو برش الدلو. لا مولو برش الدلو بتعطيه حريته. قيدي بفل. حتى التلميذ هيك. صح. حتى التلميذ تدلو والولد هيك. إذا بتحسوا أن أطفالكم برش الدلو بالمدرسة متضيقين. لأن الأساتذي ما عم بيخلون يتنفسوا ويعطوا. أنا أتمنى أنه يمكن ينحكى مع الأساتذي. يمكن ينتقلوا إلى جوه وختلف. أو يمكن سكشن تاني. سكشن تاني بيكونوا منطلقين أكتر. تدلو كلمة قيطي كلمة تعطر. كلمة تركتيلو حريته شوي. كلمة أبدع ووصل.